مرحب بحضراتكم من جديد وزي ما سمعنا في التقرير يمكن مع اختلاف الثقافات واختلاف اللغات الموجودة كمان والحضرات أيضا إلا أن اللغة الفن هي اللغة الوحيدة القادرة على تجميع كل الشعوب مهما اختلفت ثقافتها وإحنا بنتكلم على اليوم العالمي للموسيقى ضروري جدا أن احنا نفكر إزاي نعود الأطفال على سماعة طرى بالأصيل إزاي نكتشف موهبتهم في الغنى في العسف وإزاي كمان ننمي الموهبة دي ونطور منها علشان خاطر يكون عندنا فنانين مبدعين ونعود مرة تانية بالارتقاء بالذوق العام من جديد في الفن تحديدا كل ده هنجاوب عليه النهاردة ما عضفنا في الستوديو اللي منوارنا دكتور محمد شبانة أستاذ الموسيقى الشعبية بأكاديمية الفنون صباح الخير يا دكتور صباح الخير على حضرتك وعلى كل سادة المشاهدين وكل سنة ومحب الفنون الجميلة وخصوصا الموسيقى بخير وسعادة دكتور وحنا نتكلم على اليوم العلاني للفن والموسيقى حالك شايف النهاردة الفن الشعبي رايح لفين ما فيه شك ان الموسيقى بشكل عام زي ما حضرتك تفضلت والأستاذ الكريمة ان الموسيقى رغم انها لغة عالمية لكن كل شعب له لهجة موسيقية بتميزه عن الشعوب الأخرى يعني احنا لو بنسمع موسيقى غربية هنلاقي ان في عندهم ما يسمى بالسلالم الكبيرة والصغير المجير والمنير لكن عندنا في الموسيقى العربية على سبيل المسال عندنا تنوع كبير جدا جدا في المقامات الموسيقية وعندنا المقامات اللي هي بتميز الموسيقى العربية زي مقام الراست والبياتي وهذه مقامات فيها ما نطلق عليه التلت تربع تون اللي بيقولوا عليه كده بالعامية السيكة فما فيه شك انه كل ثقافة لها ما يميزها عن الثقافة الأخرى الجانب اللي حالك بتتكلم فيه هو جانب مهم جدا هو جانب الفن الشعبي أو الموسيقى الشعبية اللي عايزة اقول حضرتك انه مصر من البلاد القليلة في العالم اللي بتمتلك تنوع وطراء كبير جدا جدا في قوتها النعيمة فيما يخص الموسيقى يعني احنا عندنا كم من الآلات الموسيقية المنتشرة سأنا سؤالي هنا تحديدا كمان اعني به دخول طرف جديد على الفن الشعبي وهي المهرجانات وغيرها من الأغاني اللي يمكن افسادت الى حد المذوء العام فعشوتي احنا دايما ما بتدرس الفلكولور أو بتدرس الثقافة الشعبية بيبقى فيه عندنا مفاهيم اساسية زي ما نقول مثلا الموسيقى الشعبية فولك سونك بنقول الموسيقى التقليدية اللي هي الموسيقى اللي هي فيها الأدوار والموشحات ما يطلق عليه الموسيقى العربية اللي أنا بأفضل تسميتها الموسيقى المصرية التقليدية فيه ما يطلق عليه أيضا الموسيقى الدارجة الشائعة الزائعة المشهورة وكل دي بتدور في فلك الفنون اللي ممكن نطلق عليها المسكولة أو المنضبطة لكن فيه مصطلح ما ممكن نستخدمه هو الموضة الفاشون التغيرات اللي بتطرق على الزوء العام نتيجة تأثير الميديا والحداثة وكل هذه المسائل ما فيش شك إنه المجتمع المصري زي وزي كتير جدا من المجتمعات عرضة لهذه الطائرات اللي عايزين نقوله كمان مهمة قوي إن الموسيقى هي مرآة للثقافة العامة عندما تنضبط القيم في مجتمع ما أكتر حاجتين بيبان عليهم التغير ده العمارة والموسيقى ويمكن من خالدون في مقدمته قال كده قال إذا حبيت إنك تعرف ماذا تقدم شعب وزوءه الجمالي بص على العمارة واسمع الموسيقى طبعا إحنا على مدار سنين طالت ربما نقترب من أكتر من 30 سنة بتنتبنى يعني مظاهر وتغيرات منها اللي حاجت بتقول عليه وهي مسألة المهرجانات هي المهرجانات هم أطلقوا عليها المهرجانات ما فيش شك إن ده موضوع خطير جدا لسبب إحنا كنا زمان بنسبة على المشيقة الشعبية المتمثلة في السيرة الشعبية بتاعت مين بقى يا ربط الشعبية بتاعت السعيد ولا الشعبية بتاعت وجه بحري ولا الشعبية بتاعت المدينة شو فيه كل شعبية بتاعت مين كل الشعبية ما زمان كان بيتهاجم العزبي وكان بيتهاجم عندي وكان بيتهاجم رشدي العزبي ورشدي وعدوية تهاجم وعدوية كل دي اللي هي بقت الكلاسيكس بتاعت الشعبيات دلوقت لكن أنا عايز أقول لك لازم نفرق بين الشعبيات بمفهومها الدارج والشعبيات دي معناها الرصين اللي هو الفلك طبعا حضرتك مصيبة تماما مصيبة بمعنى يعني قدر علم الصواب والصحة فيما بتقوليه الخاص بالتنوع الثقافي في مناطق ثقافية كتير جدا في مصر فاحنا ما نتكلم عن الصعيد له ألاته وله فنونه ما نتكلم على وجه البحري ما نتكلم على منطقة القناة ما نتكلم على مناطق الوحات فاحنا عندنا تنوع أيضا في مناطق الثقافية في اللهاجات في الألات في الغنى في السمسمية طبعا السمسمية في منطقة القناة من الفنون الجميلة وعايز أقول لحضرتك أنت كما تروح بمصعيد أو الإسماعيلية أو السويس بتجد أنه حتى الإزاع المحليه هناك خلق هذا الطابع الجميل واللي ملتزم يا أستاذة يعني ما فيه فيه الخروج الفج عن القيم وعن الجماليات ما نتكلم على هذا التنوع إحنا للأسف الشديد ما نديشي الاهتمام الكافي بالفنون الشعبية الأصيلة اللي موجودة في هذه المناطق فأنا لو بسمع الفنون زي الموال لو بسمع السيرة الشعبية لو بسمع فنون الضم والسمسمية لو بسمع حتى الإنشاد الديني الصوفي الشعبي بجد أن فيه قدر من الاتصال والتواصل بين الأصيل وبين الجديد المشكلة في الميديا خلقت قدر من الحرية اللي أنا ممكن بشوفها منفلتة شوية يعني أنت عارفة كل حد عايز يقول حاجة بيقولها من غير ضابط لكن لو نفتكر حضرتك زمان في الخمسينات بما طلع عبد الحليم حافظ وراح غنى في اسكندرية لم يقابل مقابلة حسنة وإنه كان زمان يقولك الفنان الجمهور بيعبر على لقيه بإنه يا بيسقف له يا إما بيحدفه بالبيض وبالطماطم لما كانت الحاجات دي رخيصة فاللي عايز أقول لحضراتكو إحنا بقينا في مرحلة مفيش يعني عفواً المؤسسات بتاعنا مش لعبة دور الجيد في مش الرقابة بمعنى يا دكتور المؤسسات مالها المؤسسات حتطفهم شوفي أنا أقول وإنه الشباب هي بتسمع ما هي بقى مهو فكرة يعني عزراً المقاطعة آه لا عزراً في النقطة دي وهي ليست دفاعاً خالص عن الأغاني المهرجانات لأنها بالنسبة لي أنا مسلاً مزعجة جداً والخبط اللي فيها سريع جداً ولكن أنا بتكلم في نقطة إحنا بنحب حاجة زي مسلاً ما ليجي نقولي لا رمضان مش زي زمان رمضان بتاعنا إحنا غير رمضان بتاع ولادنا غير رمضان أهالينا بس أهالينا سابونا نحس برمضاننا وإحنا مصرين نورس أفكارنا لولدنا بشكل أو بآخر هو جزء من الثقافة إنه زي ما حاجة بتقولي إنه في قديم بيورد لكن ما فيش شك إن السمى الأساسية في أي ثقافة في الدنيا هو التغير والتطور وإنه الأجيال كل جيل بيقلق زوءه وبيقلق لهجته وبيقلق زوء العام وإيقاعه تعرف إيقاع الحياة دي بوقتي إيقاع سريع جدا جدا لكن نحن نفرق بين الإيقاع المنتظم وبين الضوضاء بين الكلام الجميل وبين القيم المهضرة في الأذانة اللي بنسمعها والمؤذن بعد الأحيان وهو ده دكتور سبب وجود حضرتك معنا النهاردة وإحنا في اليوم العالمي للموسيقى عاودينا حط رشدة كده زي توعية للأهالي تحديدا هو مش هيكون رقيب على ابنه فيما يسمع تحديد لكن كمان محتاجين وإحنا بنقول المؤسسات ويعني تقاعش المؤسسات مؤسسة الأسرة دي مؤسسة مهمة جدا أيضا أنا فاهم بس يعني إيد الوحدة ها ما بتسقفش لازم يكون فيه تكاتف أيضا من حضراتكم من الأكاديميين من صناع الموسيقى في مصر فكرة اللي أنا ليه ما أعملش أبديت أو اللي أنا أطور من الفن الشعبي الأصيل بإيقاع يتماشى مع الإيقاع الحالي هنا على الأقل حفظت على الكلمات شوف فيه مثل شعبي لطيف يقولك الداوي على الودان قمرم السح صحيح الفنون الشعبية وحتى الفنون الرصينة زي فن عبدالوهاب ومكلسوم وعبدالحليم وما تلاهم من مكلبين وما زال عايش لازال عايش هو عايش ليه عايش لأنه حقق القيمة في اللحن وفي الكلاب وفي الأداء المشكلة فينا يا صديق العزيز الأستاذة بتعترض على فكرة المؤسسات وإنت تدعمها المؤسسات هي مؤسسات الدولة أنا مش تدعمها بس أنا بفكرة لا بقول ما بتشتغلش الوحدة هل لازم يكون فيه تكاتف منه المؤسسات كمان اللي بنقول عليه المجتمع المدني طبعا في الجانب الرسمي اللي هو جانب المؤسسات لازم نبص على حاجة مهمة جدا أول حاجة المدارس الموسيقى لغة غائبة في المدارس ودي مسألة بتأثر على وجدان التلميذ من المرحل أنا مش عارف ده ما وجود دلوقتي ولا لا بس كان الأول في حصة موسيقى عندنا كان لكن متراجعة بشكل طبعا وكورونا طبعا لعب الدور سيء في خلال السنتين اللي فاتهم أن النشاط عموما والنشاط الموسيقي بشكل أقصد تحديدا ليس حاضرا بالقدر الواجب فدي مسألة حتى في مؤتمراتنا في مؤتمر الموسيقى العربية في رسائل اللي بتعملها المعاهد والأكاديميات الموسيقية بنطلب أنه النشاط الموسيقي في المدارس في غاية الأهمية بل أننا بنطلب أكتر بقى في إطار الموسيقى الشعبية أن آلاتنا الشعبية يتعرف عليها الطلبة في المدارس لو ما اعتمدناش على المدارس إحنا ليه عندنا أماكن مركزية للعصف الموسيقي ليه لازم أروح دار الأوبرا فقط اللي موجودة في مكان واحد أو مكانين وأكاديمية الفنون اللي موجودة في مكان واحد كلهم في الجيزة مثلا في القاهرة والقاهرة الجديدة وفي المحافظات وتكون بأسعار قابلة يعني أنها تكون في إمكان الناس إحنا في فرصة في الصيف النوادي الصيفية ومراكز الشباب ليه بيبقاش فيها نشاط موسيقى أنا متفق مع حضرتك جدا في أنه ما يقدر هو ده بقى الطريقة أعتقد أن هي لتخلي الأسرة تتفاعل معنا ليس بالقدر الكافي لأنك أنت تكتشف المواهب تدعم الزوء الجمالي الموسيقى عند الولاد لكن أنا بقول لحضرتك أنه نبدأ نشوف إيه يعني زم حالي بتقولي أنا عندي دار الأوبرا المصري عندها مركز اسمه مركز رعاية المواهب طبعا الكمل بيروح الأوبرا وخاصة باقتراب الوقت وفي المواصلات ما هوش ده العدد اللي يعمل تحول في الزائقة الجمالية عند أولادنا لكن في أماكن تانية مهمة جدت مراكز الشباب عندنا هاي قصور الثقافة بقصور الثقافة مدينة السنون والثقافة اللي بيتم إنشأها في العاصمة الإدارية بالضبط يا العاصمة الإدارية طبعا شيء رائع وجميل لكن هي فكرة أنت عايز تغير الزائقة الجمالية العامة لابد تروح للجمعات الكبيرة تروح للناس العياء الشعبية تروح للأحياء الشعبية تروح للقرى مراكز بقصور الثقافة بالذات كمان للقرى والنبوة بالضبط أنا هسأل حقيقة على حاجة فان عشان برضو نقفل النقطة دي تماما لماذا يبقاش فيه مثلا ولياكم بروتوكول تعاون معاكم أكاديمية الفنون ووزارة الشباب من خلال تواجدها وانتشارها في مراكز الشباب المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية والربوع والمراكز أيضا خلاص تقدروا لأنتو تتواجدوا وتنموا مواهب الأطفال في الموسيقى تحديدا شوف أنا أقول لك أنا كان ليه الشرف أن أنا من سنة ونص كنت عميد المعهد العالي لفنون الطفل في أكاديمية الفنون والمعهد ده يعني ظل على الورق مشروع لمدة أكتر من 28 سنة وتم افتتاحه من سنتين وأنا كان ليه الشرف أن أنا أول عميد فعلي لهذا المعهد ما فيش شكل الأكاديمية في السينما في البليه في الموسيقى في الموسيقى الشعبية في الموسيقى الفني هي يعني نقدر نقول يعني بوتقة مهمة جدا جدا بتنصهر كل الفنون ديك وبتشع على المجتمع لكن أنا متفق مع حضراتكم أنه هذا القدر أو هذا التجمع ليس يعني كافي لكن عايزة أطمن حضرتك أن الأكاديمية بتسعى حتيسا أن هي عندنا فروع في أماكن أخرى عندنا فروع في برج العرب عندنا فروع في اسكندرقية بنفتح فرق تاني في الشروق فاللي عايزة أقول حضراتكم أنه فيه اهتمام نقرب آه بنقرب لكن أنا عايزة أقول فكرة مراكز الشباب وفكرة القصور الثقافة وفكرة المدارس يا جماعة المدرسة مكان مهم جدا هنسيب المدارس بقى ونسيب الأماكن دي كأماكن بتشتغل في الإطار الرسمي لكن هنقول بقى رشتر حاج بتتكلم عليها في مسألة البيوت هنقولها في نص دي عشان بعد مرة البيت مكان مهم جدا 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 لتربية قيم وتأكيد زوء وارتقاء بولدنا احنا ما بنقولش رقابة صريمة ولا قاطعة ولا مؤلمة لولدنا لكن على الأقل إذا كان البيت الأب والأم عندهم زوء راقي في السمع باسمع فروز باسمع موكلسون باسمع عبدالوهاب باسمع حتى القرآن الكريم سكتول حاجة زي بيوتنا زمان أنا متعود كنت أصحى من النوم على إذاعة القرآن الكريم شفت حضرتك لمحتي القرآن الكريم القرآن الكريم ومدرسة المشايخ كانت مؤثرة جدا في الحفاظ على هوية الموسيقى المصرية وفي نفس الوقت الارتقاء بزوء المستمع فهذه كلها مصادر مهمة جدا جدا أنها ترتقي بالزوء العام ولازم يبقى عندنا ولو قدر قليل من الرقابة على أطفالنا لأنه زي ما حاجت بتقولي النهاردة بقت الدنيا زي ما بيقوله قرية منفالتة فأنا عايزين أولادنا بالمواد ده وبالحب وبقيامنا المحترمة وبقواتنا النعيمة في الموسيقى اللي احنا بقالنا أكتر من مية مية وعشرين سنة صحيح عندنا انتجات رائعة جدا جدا تتاح من خلال الإزاعة من خلال التليفزيون من خلال كل الميديا فكرة تعزيز الموارد برضو يا دكتور يعني أصلاً هاي برضو لازم تفكروا فكرة التعاون مع الجهات وإحنا ما معناش في جزر منعزلة وفيه تعاون مع كل الجهات دلوقتي وكل الوزارات وكل المؤسسات وطقال الله بتمد إدار الجميع ولكن برضو بنأمل في تعاون أكتر لأنه فيه برتكولات بين وزارة الثقافة ومن وزارة الشباب بين التربية والتعليم فدي كلها ان شاء الله تبقى يعني مصادر والتجاهات تؤكد على الارتقاء بالزوء العام وانا عايز بس أقول كلمة مهمة احنا بس عندنا موجز الأخبار شكرا يا زيني يا فندي من وجودك معنا في صباح الخير شكرا لحضرتك وللسادة المشاهدين ونتمنى اقتقاء للزائخة الجمالية السمعية والبصرية للمستمع المصر ألف شكرا